الحضارة الغربية حضارة قدمت أشياء هائلة كثيرة جدا ونحن التجربة الإنسانية نحن نأخذ بها ما عندنا مشكلة على الإطلاق المهم هو أن ننظر للهوية والخلفيات والمزاج والقيم نحن عندنا في الإسلام على سبيل المثال عندنا شيء ثابت وعندنا شيء متغير متطور الشيء الثابت هي هوية هذا الدين هوية الأمة هذه لا تلاعب بها ولكن هناك أمور كثيرة جدا تفريعية وتطبيقية ويمكن أن نأخذ بكل تجارب الإنسانية والبشرية وأنا أريد أن أقول هنا ما دمنا نتكلم عن الغرب الحضارات تنتقل من شعب إلى شعب ومن أمة إلى أمة وفي كل عصر هناك أمة تكون الحضارة عندها وحيثما تكون الحضارة يكون هناك إنجازات مشارية وهذه الإنجازات اليوم هي عند الغرب شيئنا أمأبينها وبالتالي نحن بحاجة لأن نستفيد من المنجازات الغربية حتى فيما يتعلق بحقوق المرأة يعني بعض الناس عنده نظرة أنه إحنا ديننا كامل وإنا نحتاج لشيء نحن لا نتكلم عن تكمل الدين نحن نتكلم عن إجراءات تطبيقية وعملية تضمن حقوق المرأة التي ناتت بها الشريعة وبالتالي هي بضاعتنا ردت إلينا والحديث هو فقط عن ضمانات لهذه الحقوق وبالتالي نحن لا نريد أن نرفض شيء فقط لمجرد أنه والله يجاء من الغرب أنا سأكون لك عبارة قالها ابن عاشور في علم المقاصد في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية أن الشريعة من مقاصدها جاءت جاءت للتقرير والتغيير ويجب الفصل متى نقر شيء ومتى نغير شيء الشريعة لم تأتي لتغيير كل شيء كما أنها لم تأتي لقبول كل شيء إنما هناك شيء نكره وهناك شيء نغيره نأخذ وندع ونحن لسنا أناس يعني معصوبين أعين نأخذ كل شيء ولا ناس متطرفين نرفض كل شيء العلم ميراث النبوة يا أخي يا عاقلا خذ منهما تحت